احتضن مخيم الدهشة للاجئين الفلسطينيين المطرب العراقي الكبير سعدون جابر وفد كبير من الجالية العربية خلال زيارة للمخيم حملت في طياتها معاني الوحدة العربية حيث عبر المطرب سعدون جابر عن سعادته بالتواجد على أرض فلسطين ومشاركة الشعب الفلسطيني نضاله وصموده سعادتي كبيرة أن أكون بين هذه الوجوه الطيبة وأتمنى لو أتواجد دائما لو أشارككم هذا الفرح فرح النضال والعودة إلى الوطن شكرا جزيلا رحبت الفصائل الوطنية ومؤسسات المخيم والحضور بهذه الزيارة مؤكدين أنها تشكل رسالة واضحة بأن المخيمات هي بوصلة القضية الفلسطينية وأن حق العودة حق لا يمكن التنازل عنه يعني هذه الزيارة للفنان الكبير سعدون جابر وأيضا للوفد المرافق لمثل الجلالات العربية في الوطن العربي تعني لنا كفلسطينيين الكثير وتعني لنا أيضا كلاجئين فلسطينيين نسكن هذا المخيم تعني لنا أيضا الكثير هي تأكيد على عروبة القضية وعلى تأكيدا على أن هذه القضية اللاجئين الفلسطينية هي قضية لا زالت هي العمود الفقري لقضيتنا الفلسطينية يعني احنا سعداء جدا بهذه الزيارة ونعتبرها هو التئام للجسم العربي الواحد يجب زورنا بهذا في بلادنا في الوطن في المخيم ونحن بالمخيم استقبلناهم استقبال حميمي وبما يليق بهم وصلناهم رسالتنا رسالة المخيم وأن المخيم وجود المخيم يعني حق العودة أولا نحن في مؤسسة الصيد الأرض هذه الاستراتيجية التي نعتمدها زيارة المخيم بشكل خاص ونحن اليوم هو الوفود هذه التي جاءت من سبعين دولة إلى المخيم لكي نفكر مرة أخرى بأن العودة هي البوصلة التي نصل فيها إلى بر النجاة العودة حق تماما نعود في هؤلاء من الشتات من الغربة ودوما نقول بأن الغربة جليد حتى لو كانت في قصر رغيد يعني هذه الزيارة من فنان كومي وعربي كبير إلى مخيم الديشة إلها معاني كبيرة معاني وطنية ومعاني فنية تعز الصمود المواطنين الفلسطين واللاجئين الفلسطين في مخيمات اللاجئين وتحديدهم في مخيم الديشة الذي يعاني يوميا من الاشتراحات والاكتحامات الإسرائيلية وتمثل هذه الزيارة أيضا هي زيارة للشعب العراكي الحر الوطني كزيارة وطنية كبيرة للشعب الفلسطيني يذكر أن في نهاية اللقاء أضاء المطرب سعدون جابر شعلة أمام مدخل المخيم لعلها تكون شعلة عودة الوحدة العربية التي بات يحلم بها المواطن الفلسطيني وخاصة في ظل هذه الظروف والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية سجاء أبو عكر لشبكة فلسطين الإخبارية بيان آن بيت لحم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة